تحذيرات دولية تتوالى من قطاع غزة جراء الوضع الإنساني والاقتصادي والمعيشي الذي يتهاوى مع مرور الأيام وعبر عنها مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا بيري كريمبول الذي كما قال في بيان صحفي أنه سشعر عن قرب المشاكل الاقتصادية والنفسية التي يوجهها سكان القطاع منبها ومحذرا العالم في الوقت ذاته وخاطر الطاقة السلبية الناتجة عن عدم تلبية الاحتياجات الأساسية لهم المفقودة منذ سنوات الأوضاع في غزة متدهورة نسب البطالة أكثر من 42% وهي النسبة الأعلى على مستوى العالم الأوضاع الصحية خطرة للغاية الكهرباء تأتي إلى قطاع غزة 3 أو 4 ساعات وفي قمتها تأتي حوالي 8 ساعات يوميا وهذا غير مقبول في القرن الواحد والعشرين لذلك الأوضاع هي أوضاع خطيرة أوضاع متفاقمة ويأتي هذا التحذير لكي ينبه العالم بأن هذا المكان لا يمكن نسيانه وأن هناك طاقة سلبية متفجرة في هذا المكان وقد تكون خطرة للغاية وتحاول إسرائيل تجميل صورتها أمام العالم كل فترة وأخرى بأعلانها إدخال تسهيلات إلى القطاع وتخفيف الحصار المفروض عليه لكن هذه الإجراءات بالنسبة للفلسطينيين مجرد استهلاك إعلامي هذه التحذيرات مهمة لكن الأهم هو أن يكون هناك ضغط دولي حقيقي مستمر على احتلال إسرائيل حتى ينهي الحصار وإنهاء الحصار هو يتمثل في فتح المعابر جميعا دون أي قيود فتح الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية أيضا الشروع في ممر بحري أو ميناء لغزة وكذلك تشغيل بطار غزة الدولي بعد بنائه وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت تساؤلا برسم إطلاق جرس الإنذار في تقرير لها قبل أعوام حول مدى إمكانية العيش في القطاع ما إن وصل عام 2020 على هذا الحال ويبدو أن إجابته من خلال الواقع المعاشي دون تغيير باتت معروفة لا يكترث الاحتلال الإسرائيلي ولا يلقي بالا للتحذيرات الدولية والمحلية عما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة جراء حصاره الذي يدخل بعد أشهر قليل عامه الحادي عشر على التوالي ما يدلل على عنصرية وعنجهية الاحتلال تجاه الإنسان وحقوق الإنسان محمد بعلوشة الإخبارية قطاع غزة